وقلت هرجع لدكتور أسامة شعث أنه في ظل 143 دولة بيقولوا فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة منذوب أمريكا يقول مش معترفين بهذا القرار وإن أتى إلى الأمم المتحدة سوف نعارضه مرة أخرى المحتل الإسرائيلي يطلع يقطع الأوراق برضو على مرأة ومسمع من العالم اللي المفترض أنه عنده كافة المعلومات اللي حضراتكم تفضلتم بها إذن رايحين على فين؟ يعني الحقيقة أنه سؤال مهم وخطير ويأتي في توقيت دقيق لأنه الجمعية العامة للأمم المتحدة أسست كما الجميع يعلم أن الأمم المتحدة أسست في 1945 وعندما صدر القرار الرقم 181 جاء بعد مخاض عسير وطويل جدا بين مجموعات من الخبراء الدوليين الذين وصلوا إلى تقسيم فلسطين تقسيم فلسطين بين دولتين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة لفلسطين وكانت هذه الدولة واحدة يهودية واحدة عربية على أن يكون الاحتلال الإسرائيلي يحصل على 55% بينما فلسطين 44% من مساحة الأرض طبعا اندلعت الحرب في ذلك الوقت والاحتلال الإسرائيلي لم يحصل على دولة إسرائيل فحسب وهي 55% وفقا للقرار الدولي والقرار للأمم المتحدة وهو قرار ظالم بالمناسبة لكن القرار أجاز إقامة دولتين من خلال توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ليس ملزم بالمناسبة ومع ذلك صدر القرار وتبنت الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي فيما بعد تبنى على أساس أن ينجح إسرائيل ويعيد إنشاءها وتصديرها إلى العالم على أنها جزءا من القانون الدولي هذا القرار هو بالأساس في المسوغ القانوني لهذا القرار هو باطل بالمعنى الآخر أن استنادا إلى منثاق الأمم المتحدة للشعوب حق تقرير المصير بنفسها وليس من خلال وساطة دولية أو أطراف ثالثة يعني لا يجوز أن يأتي جهة دولية تقول لمصر أن تقرر مصيرها بالطريقة التي تريدها الشعب المصري هو الذي يقرر مصيره الشعب الفلسطيني يقرر مصيره والشعب الأردن يقرر كل دولة وكل شعب هو يقرر مصير وطريقة حكمه بنفسه من خلال دستوره من خلال استفتادات عندما يأتي الأمر إلينا كعرب على طول بتتغير طريقة التفكير والنفاهيم واتخذ القرارات الدولية